أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة رئيس مجلس الوزراء على الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن العام وبث طمأنين والسكين بين جموع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين من خلال جهودهم الحفيثة وعينهم الساهرة من أجل أمن وسلامة كافة أفراد المجتمع منوها سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها منتسب وزارة الداخلية وبحرصهم الدائم على أفضل الممارسات في المجال الشرطي بما يحقق الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا جاء ذلك خلال مأدبة الإفطار التي أقامها سموه حفظه الله اليوم لكبار الضباط والمسؤولين بوزارة الداخلية وذلك بنادي ضباط الأمن العام حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله يرافقه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ونوها سموه بما لشهر رمضان من عظمة تتجلى فيها القيام النبيلة داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز بالخير والبركات مشيدا سموه بالجهود الطيبة التي يقوم بها كافة منتسبي القطاعات الأمنية من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وحرصهم المستمر على تعزيز الأمن والاستقرار موجها سموه الشكر والتقدير لكافة منتسب وزارة الداخلية وعلى رأسهم الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية وأشهد سموه بجهود وزارة الداخلية في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة التي تعد نماذج متقدمة والتي من المهمة توسع فيها ومواصلة تطويرها وشدد سموه على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يعد أولوية دائمة ومهمة لتحقيق كافة المساعي والمبادرات والخطط التنموية التي تعمل عليها المملكة لأن الأمن هو الركيزة الأساسية للتنمية مستذكرا سموه التضحيات التي يقدمها رجال الأمن الأوفياء في سبيل الذود عن مكتسبات الوطن داعيا الله جل جلاله أن يرحم شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ومقدراته وينعم على مملكة البحرين بالأمن والأمان لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار من جانبي أكد معالي وزير الداخلية أن شرطة البحرين ماضية في أداء مهمها الأمنية السامية بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية مستلهمين العزيمة وقوة الإرادة من توجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوة المسلحة حفظه الله ورعاه والتي تمثل الركيزة الأساسية في حفظ الأمن وصون المنجزات الوطنية وعبر معالي وزير الداخلية باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تفضل به سموه من إشادة وتقدير للجهود المخلصة لرجال الأمن داعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والسعادة ويحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان شكرا